موسيقى مواضيع وأحداث عديدة شهدها هذا الأسبوع نتناول أبرزها ونبدأ من تداعيات جريمة حرق الرضيع الفلسطيني علي دوابشي ووفاة والده سعد متأثرا بحروقه تستنفر إسرائيل جيشها فيما تنحصر المواقف العربية والدولية بالاستنكار والتنديد وأقصاها يصل حد المطالبة بضرورة توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني على الأرض غضب واحتجاجات هل يتطور الأمر إلى انتفاضة؟ وهل لدى السلطة الفلسطينية خيار غير اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية؟ المحطة الثانية من اليمن أربعة أشهر ونصف وما زالت حرب التحالف العربي بقيادة السعودية مستمرة في هذا البلد الخطير هو كثرة حديث بعض الإعلام الأمريكي عن تعاظم دور تنظيم القاعدة وداعش ومشاركة هذين التنظيمين في معركة عدن الأخيرة هل هذا صحيح؟ وهل يشهد الجنوب حربا أهلية؟ محطتنا الثالثة نتوقف فيها عند الحدث التاريخي الذي شهدته مصر افتتاح قناة جديدة موازية لقناة السويس بمشاركة إقليمية ودولية واسعة وعلى مستويات رفيعة تكلفة المشروع بلغت ثمانية مليارات دولار والأمال معلقة على زيادة الإيرادات وتحسين الاقتصاد المصري هل يغير هذا المشروع وجه مصر الاقتصادي؟ وأخيرا هذه حكاية من الأردن موظف تحول إلى عامل نظافة في شوارع الأردن بحثا عن تأمين مصاريف عائلته ومستقبل أولاده أهلا بكم إلى العد العكسي اشتركوا في القناة اثرا حرق الفتى المقدسي محمد بخضير حيا واستشهاده على يد مستوطنين في حي شعفات في القدس أطلقت المواقف الدولية المنددة بهذه الجريمة لكنها لم تتعدى ظاهرة الصوتية وقتها انطلقت سلسلة احتجاجات ومسيرات غاضبة في عموم فلسطين من القدس إلى الضفة وصولا إلى غزة كما وصلت الاحتجاجات إلى مدن أوروبية انتهى الأمر عند هذا الحد اليوم تتكرر جريمة حرق الأطفال باستشهاد الرضيع علي دوابشي على يد مستوطنين أيضا وباستشهاد والده متأثرا بحروقه البليغة ويتكرر معها مشهد ردود الفعل العربية والدولية الفاترة وفي كل الحالين برز ويبرز حديث عن انتفاضة ثالثة السلطة الفلسطينية فضلت التحرك باتجاه المحكمة الجنائية الدولية أما العرب فطالبوا خلال اجتماع لهم منذ أيام بضرورة استصدار قرار أممي وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني هل هذا كاف؟ وألي يكون الفيتو الأمريكي بالمرصاد؟ ماذا بإمكان السلطة أن تفعل؟ هل هي من يحول دون اندلاع انتفاضة؟ هل الحديث أصلا عن انتفاضة ثالثة وهم في ظل الانقسام الفلسطيني والوضع العربي المتردي؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع من رمالة دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية أهلا بك دكتور مصطفى الأجواء مشحونة كما كل مرة بعد جريمة من هذا النوع في استنفار إسرائيلي في غليان في الشارع الفلسطيني وغضب واضح هل هذا يؤدي حكما أو حتما ربما إلى مظاهرات أكبر أو احتجاجات أوسع لاحقا أم أنها ستكون كالمرة السابقة هبة شعبية ونكتفي عند هذا الحد كلا الأمرين ممكن الأمر يعتمد على دور القوى الفلسطينية ومساهمتها في المقاومة الفلسطينية والمقاومة الشعبية تحديدا هناك فرصة مهمة الفرصة تكمن في الغضب الجماهيري الواسع تجاه هذه الجريمة الأبشعة ربما هناك جرائم بشعة كثيرة ارتكبتها إسرائيل ولكنها الجريمة الأبشعة التي كشفت بهذا الشكل الفاضح وتفاصيلها مرعبة أنا سمعت اليوم من أهالي الشهداء وسمعت من جيرانهم ما رأوه لم يكتفي المستوطنون بإلقاء النار الحارقة على هؤلاء المواطنين الآمنين وهم في غرف نومهم بل أيضا حاولوا أن يطعنوهم ويقتلوهم وهم يهربوا منا النار نحن نتحدث عن جرائم بشعة جدا لذلك الظرف طبعا مهيئ لكن هذا يتطلب تنظيم ويتطلب تقوية وطبعا من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم هذا الاحتلال وهذا النظام العنصري الممزوج الآن بالإرهاب الوحشي بكل الوسائل بكل أشكال المقاومة هذا حق مشروع للشعب الفلسطيني لكن السؤال المركزي كيف يمكن تنظيم الناس في هبة واسعة فعالة ومؤثرة حاولنا أن نصنعها أثناء العدوان على غزة الأخير حاولنا أيضا بعد حرق الطفل أبو خدير في القدس وفعلا هبت شبه انتفاضة شعبية في القدس واستمرت حوالي شهرين ولكن السؤال المركزي هنا كيف نقنع الجميع ويقتنع الجميع في الساحة الفلسطينية بأن نحن بحاجة إلى استراتيجية وطنية بديلة نهائيا لكل استراتيجية التفاوض مع إسرائيل التي استمرت 23 عام وأنا أعتقد أن هذه الاستراتيجية هي ما يتبلور الآن على الأرض بغض النظر عن الأشكال الاستراتيجية جوهرها يجب أن يكون تغيير ميزان القوى أولا عبر المقاومة والكفاح على الأرض عبر حركة المقاطعة وفرض العقوبات التي تتصاعد بشكل هائل الآن في كل العالم وعبر استناد صمود الناس وبقائهم في وطنهم لأن هذا هو الذي سيحسم المعركة هذا هو العامل الحاسم وأخيرا إن أمكن وأنت أشرت في المقدمة لذلك العقبة الكبرى التي تواجهنا استمرار حالة الانقسام كيف نتغلب عليها ويكون لنا قيادة موحدة دكتور مصطفى من قال أن الشعب الفلسطيني اليوم ينتظر استراتيجية يعني الجرائم التي تقع والتي وقعت والتي أدت إلى انتفاضة أولى وانتفاضة ثانية لم يجري الحديث عن كل هذه التعقيدات والترتيبات والاستراتيجيات كانت عفوية هبات عفوية إن كانت بال87 أو بعد الانتفاضة الثانية بالألفين عندما زار شارونا باحث المسجد الأقصى من قال أن الشعب الفلسطيني بحاجة إلى كل هذه الترتيبات نحن نجتم والكل يتحدث عن ذلك في الواقع أن الأجهزة الأمنية واللجان الأمنية هي من يحول من يعرقل بالدرجة الأولى حركة الناس وإمكانية أن ينطفدوا كما في السابق الشق الثاني أتفق معك سأجيب عليها ولكن قبل ذلك دعيني لا أتفق معك في الشق الأول أنا عشت الانتفاضتين وشاركت فيهما بشكل فعال الانتفاضة الأولى لم تنشأ بشكل عفوي طبعا حادثة دهس العمال كانت القشة التي قسمت الظهر البعير ولكن انتفاضة الأولى التي أنا أعتبرها أعظم أشكال المقاومة الفلسطينية على الإطلاق وأكثرها فعالية بدأت بعد سلسلة من التحضيرات استمرت طوال فترة السبعينات وسبقتها انتفاضات صغيرة عديدة وسبقها أيضا تنظيم المجتمع الفلسطيني واعتمدت الاعداد للانتفاضة أخذ ثلاثة مبادئ أساسية تنظيم النفس والاعتماد على النفس وتحدي سلطات الاحتلال بإجراءات ملموسة تضع الاحتلال في الزاوية هذه هي الاستراتيجية التي اتبعت وكانت هناك استراتيجية طبعا اختيار اللحظة التي ينفجر فيها كل شيء على شكل موجة عارمة أمر لا يستطيع أن يتحكم به أحد ولكن الناس تستطيع أن تعد وهذا ما أقصد عندما أتحدث اليوم عن الاستراتيجية الوطنية لا يمكن لحركة ثورية أو ثورة أو انتفاضة أن تنجح إن لم يكن لقادتها أو لمخططيها استراتيجية واضحة وهدف واضح الانتفاضة الثانية كان لها أيضا استراتيجية ولكن ربما شاهدت العديد من الإخفاقات وحوصرت إلى حد ما وبالتالي انتهت بنتائج سلبية بينما الانتفاضة الأولى كانت نتائجها كلها إيجابية لو لم يجري تضيعها للأسف الشديد في الانزلاق نحو الفخ الذي نصبته إسرائيل واسمه فخ أسلو نعم اتفاق أما بالنسبة لسؤالك حول الموضوع الأمني صحيح هو التنسيق الأمني والليجان الأمني هناك قرار رسمي من مجلس المركزي لمنظمة التحرير لم يأخذ عشوائيا ولم يأخذ إلا بعد جهد وإعداد وينص على ضرورة وقف كل أشكال التنسيق الأمني وقرار مركزي آخر ينص على دعم المقاومة الشعبية بكل أشكالها وفك كل أشكال الارتباط مع المعاهدات القائمة التي لا يحترمها الإسرائيليون على الإطلاق وهناك قرار ثالث بتبني وهو جديد بتبني حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل على صعيد العالم بأسره وهذا أمر مهم أيضا جدا لكن حتى الآن التطبيق لم يتم وهذا ما يجب أن يحدث الآن لا تستطيع هذه الأحداث أن تمر مرور الكرام دون أن تترك أثرا في القرار السياسي الفلسطيني خصوصا أن الجميع يجمع أنه لا أفق لا لمفاوضات ولا لعمل سياسي ولا لعمل دبلوماسي لا بد أن نواجه الاحتلال جوهر الخلافة الآن إذا أردت أن أكون دقيق يدور حول كلمة واحدة هل نحن في مرحلة حل أم في مرحلة مواجهة أنا برأيي لسنا في مرحلة حل ولم نكن أصلا في مرحلة حل نحن في مرحلة مواجهة ولا يمكن أن نحصل على شيء قبل أن نغير ميزان القوى بمواجهة الخصم العدو الذي يمارس ضدنا أبشع احتلال وأبشع نظام تمييز وفصل عنصري هناك من يقول أن الشعب هو الشعب الفلسطيني والجماهيد الفلسطينية هي الوحيدة القادرة على تعديل ميزان القوى سأعود إليك دكتور مصطفى لو سمحت أتوقف مع سيد عباس زكي هو معنا من أعتقد ومعنا من رمالة أيضا عضو اللجنة المركزية في حركة فتح سمعنا ما قاله السيد الرئيس محمود عباس بالطبع التوجه نحو المحكمة الجنايات الدولية هو الخطوة الأولى قال لن نستطيع أن نصبر أكثر لن نسكت ولكن هذا قول مكرر كما يرى البعض وكما رأينا في المرات السابقة أنت شاركت اليوم في ما جرى بدومه في تشييع الشهيد سعد دوابشي كان في غليان كما ذكرنا ما الذي يحول دون استمرار دون الاستمرارية سيد عباس زكي دون ترك الناس على راحتها وربما الوصول إلى يعني تجمعات أكبر أو لحد الوصول إلى انتفاضة يعني الواقع أنه إسرائيل بهذا التطرف بهذه العنجوهية بانسداد عملية التسوية وأيضا بالضروط المهيئة إلا أن العرب الرهان علىهم غلط والرهان على المسلمين غلط لأنهم عم بفكروا معارك داخلية ليهربوا من الاستحقاق تجاه فلسطين بيفرض شيء إضافي على الفلسطينيين أن يتجاوزوا حتى قياداتهم ويتجاوز النمطية في التعاطي مع هذا العدو الذي كل يوم يسجن أنه خارج عن النصوص ويعود إلى معتقداته البالية السخيفة التي تعتبر غير اليهود ليس لهم مكان إلا القبر أو الحرق هذا أمر في منتهى الخطورة وبالتالي أن نبدأ نسأل أسئلة ونجيب كأن شيئا لم يحدث أو كأن الأمور عادية هذا انتهى صار وغانا الآن الكل يدرك أن إسرائيل وصل فيها التطرف إلى 54% قياداتها لا تستطيع حكمها رغم أن هذه القيادات والحخامات تصرح كل يوم باستمرار الاستطان والقتل والموت للعرب وبالتالي الضرورة أم الاختراع هل نحن أمام الضرورة شعبنا إن شاء الله سيسمع المواجزة والحمد لله كل اللي رهنوا على أمريكا ورهنوا على إسرائيل وعلى التشميع وعلى العرب وعلى الفزعات من بره خسروا كيف سيصنع المواجزة الشعب الفلسطيني وهناك من يقيده سيد عباس زكي كنت تتحدث مع دكتور مصطفى في حالة أمنية ووضع أمني بالرغم من كل القرارات السابقة بضرورة توقف أو وقف التنسيق الأمني اليوم في لجان أمنية تمنع أي هبات شعبية حتى في كلام واضح من قبل مثلا محافظ نابلس منع التظاهرات من قبل بعض المقربين من الرئيس عباس كيف لهذا الشعب أن يتحرك بهذه الحالة؟ على كل حال الضغط يولد انفجار إذا كان بالفعل السلطة الآن بدأت مارس كبح جناح اللي بدأت عن نفسهم هذا في أمر في منتهى الخطورة لكن أنا رأيي أن القيادة والأخ الدكتور مصطفى موجود وله أيضا رأيي وله صوت مرتفع أن تطبيق قرارات المجلس المركزي اللي خبل أربع شهور واللي خطأ كان تأجيلها وأيضا تتحي الباب على مصر عيه لمواجهة هذا المحتل بما فيه تسكيل لجان حراسة وتسكيل أيضا يعني رفع درجة الوعي والحذر واليقظة لأنه ما يجري السكوت عليه بيعطي شرعية لاستمرار إطلاق رصاصة الرحمة على القضية الفلسطينية بالتالي لا يجرؤ لا جهاز أمني ولا يجرؤ أي قاعد فلسطيني الآن أن يتسدى لمن يدافع عن أنفسهم وباعتقادي أنا أنه الثغرة الموجودة عندنا عدم الثقة يعني سواء بين الفصائل أو التجربة اللي خلت الناس في حالة من الاهتزاز لكن الميدان يموحد واليوم كان موجود الدكتور مصطفى شاف أنه اللي بمنع المستوطنين هو الجيش والشارع كله للفلسطينيين من خارج الدومة ويواجه بصدورهم العارية يعني الرصاص المطاطي وأيضا القنابل الغازية وبالتالي هناك حضور فلسطيني ملتهت في الميدان وخاصة القدس يعني القدس كان انتهت وكل مخابرات الكون تعمل لسالح إسرائيل في القدس القدس البطلة وشبابها من موقع إلى موقع يلقنون العدو يوميا أن هذا الشعب العظيم شعب لن يستسلم شعب ياسر عرفات شعب الإرادات شعب القوة شعب الحضور المتهلق رغم الغياب العربي والمسلم نعم أنا أشكرك جزيلا سيد عباس زكي عضو اللجنة المركزية في حركة فتحة دتنا من رمالة بالفعل دكتور مصطفى هناك من يرى أن الوقت الآن ملائم كما ذكرت حضرتك نتانياهو بعزلة أو تزداد المقاطعة الأوروبية الحكومة الإسرائيلية بعزلة تقريبا من قبل الغرب المجتمع الإسرائيلي يزداد تطرفا وهذا في صالح الفلسطينيين يفترض وسمعت ما قاله سيد عباس زكي كان في خطأ بتأجيل قرارات المجلس المركزي حول مسألة التنسيق الأمني نعم والعبرة الآن في ماذا سينفذ لأنه عندما طرح الأمر أيضا في الاجتماع الأخير الذي عقد للقيادة الفلسطينية قيل أن التأخير كان يجب أن لا يحدث وهذا أجمع عليه الجميع الحاضرين بمن فيهم الرئيس أبو مازن إذا كان الأمر كذلك فالعبرة الآن في أن نطبق فورا هذه القرارات وأن نظهر للعالم جديدنا وأن تفهم إسرائيل أنه لا يمكن لمخططاتها ومشاريعها أن تستمر بهذا الشكل ودون أن تجابه بمقاومة شاملة وواسعة دعيني أوضح هنا في أمرين مهمات ذكروا في سياق الحلقة حتى لا ينخدع أحد النقطة الأولى أنا برأيي استراتيجيا إسرائيل الآن تعتبر أنها نشرت عدد كافي من المستوطنين في أراضي الضفة الغربية أكثر من 650 ألف مستوطن وانتقلت الآن إلى الدرجة الثانية في تكتيكها وهو نشر إرهاب المستوطنين يعني ربما عندهم مجانين يعتقدوا أنهم يستطيعوا أن يرهبون كما أرهبوا الشعب الفلسطيني في عام 48 والهدف هو ترحيل الفلسطينيين وهذا أمر مستحيل أن يحدث لأن هذا الشعب بطل بطل بصموده بطل بعطاءه بطل بكفاحه رغم قسوة وصعوبة الظروف المحيطة فينا كما تعلمين النقطة الثانية نتنياهو ليس مختلفا عن المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة الذي يسلح المستوطنين نتنياهو وحكومته الذي يحميهم جيش الاحتلال هم يخدموا في جيش الاحتلال نتنياهو قبل يومين بعد احتراق واستشهاد الطفل علي دوابشي قبل يومين بالضبط أو يوم ونص أقرت حكومته 340 مليون شكل لدعم المستوطنين ودعم انتشار المستوطنين وقبل ذلك بأيام أقر مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة نفس حكومة نتنياهو لمن لا يعرف مليئة بالمستوطنين مثل أوري أرييل وغيره وهناك شكيد وزيرة العدل الإسرائيلية التي تطلب تقول أن النساء الفلسطينيات يجب أن يمنعنا من الإنجاب لأنهن ينجبنا أفاعي مثل هذا المستوى من التحريض يضلعيش أنا برأيي كلام فاضي الحديث بصراحة الحديث عن أنه فيه أحزاب معتدلة ويسرية ومشيسرية كلهم صهايني كل الأحزاب الصهاينية بما فيها حزب العمل عذرني لا مش معروف لكثيرين مش معروف لكثير من الإخوة يميني والمسؤولون الإسرائيليون بغالبيتهم متطرفون يعني ما نراه اليوم هو ما يطفو على الصفح إذن ماذا يفسر ماذا يفسر بعض الدعوات العربية للمفاوضات مع إسرائيل نسأل العرب أنا بسألك عن لا مش أنا اللي أجيبك نسأل العرب أنا بسألك عن العرب ليش ما بتتوحد البوصلة الآن يعني وبالرغم من كل الانقسامات الموجودة بالعالم العربي اليوم فيه سبب واضح لتوحيد العرب إذا كان بالفعل عنده النية أن يتوحدوا أن يقولوا نعم فلسطين بوصلتنا وفلسطين وجهتنا ولكن العرب يبدو أنهم تركوا فلسطين للأبد هذه المرة يعني تواجه مصيرها أولا أنا شوفي العرب القضية الفلسطينية في وجدان الشعوب العربية لا يمكن لأحد أن يمحوا ذلك والشعوب العربية تغلي بالتضامن معنا أنا كنت قبل فترة قصيرة جدا في المغرب ورأيت تعاطف الشعب المغربي رأينا ذلك من الشعب المصري من الشعب الكويتي من كل الشعوب العربية لا يوجد شعب عربي ليس متضامن مع القضية الفلسطينية السؤال المركزي هنا كيف نترجم هذا التضامن إلى فعل أنا لا أتمنى ولا أعتقد أن من الممكن أن أتمنى أن تأتي جيوش عربية لتحارب معنا إسرائيل هذا مستحيل وغير وارد واقعيا لكن أنا أطلب شيء واحد قابل للتحقيق ملموس محدد يشاركون في مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها فقط دعموا بعض الجماعات في اليمن مثلا عسكريا لماذا يدعموا المقاومة اللي يجمع عليها لكل مفروض عسكريا أو على الأقل بالكلام معنويا ونفسيا هذا سؤال كبير للأسف ولم يعد لدينا الوقت يا ستي شكرا لكل من يمكن أن يدعم نعم أنا أشكرك وهنا فقط يعني اسمح لي أن ألفت إلى تونس لعندما سئل أين تقع دولة إسرائيل قال أنه ما في دولة إسرائيل هذه فلسطين المحتلة تحية لشعب تونس ولكل الشعوب العربية الحرة تحية لتونس ولكل الشعوب أنا أشكرك أنا أشكرك دكتور مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية حدثنا من رمالة هل دخل جنوب اليمن في نفق مظلم وهل الحديث عن طاظم تنظيم القاعدة واقع فاصل قصير تابع بعده العدل عكسي بقو معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد إلى العدل عكسي تتساءل صحيفة ناشنل انترست الأمريكية ماذا يعني أن السعودية لم تهاجم خضر موت المحافظة الوحيدة التي يتحكم فيها تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن ويستخدمها للتخطيط لعملياته فيما تذهب صحيفة نيويورك تايمز إلى القول أن الأسابيع الأخيرة شهدت تحالف القاعدة في اليمن مع قبائل مسلحة لقتال الحوثيين المدعومين من إيران حسب وصفها مشيرة إلى أن هذا التحالف أصبح في نفس الجانب مع الولايات المتحدة والسعودية في الحرب الأهلية الدائرة في اليمن يتزامن هذا الكلام المهم مع ما قاله الزعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي عن قتال داعش والقاعدة والمرتزقة كما سماهم جنبا إلى جنب في معارك عدن متحدثا عن إعدامات وقتل جماعي في هذه المحافظة في المقابل يؤكد المتحدث باسم التحالف العربي بقيادة سعودية أحمد العسيري أن عدن باتت اليوم أكثر أمنا من ذي قبل على الصعيد السياسي يتابع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ جولاته ولقاءاته في العواصم العربية من دون أن يرشح حتى الآن أي خرق سوى الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات في سلطنة عمان السؤال لمصلحة من تمكين تنظيم القاعدة في اليمن معنا للحديث عن هذا الموضوع من صنعاء عبد الجندي المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني أهلا بك سيد عبدو ما جرى في عدن في أي إطار يمكن وضعه في رسم الخارطة الجديدة للمرحلة المقبلة هو في الحقيقة الموضوع الذي نتكلم عنه من المواضيع الشائكة وبالتأكيد كما قلنا من قبل أن القاعدة لا يصافط في الحديث معهم كذلك أيضا المملكة العربية السعودية وهؤلاء يحتاجون إلى سيد يستند إلى جد رسول الله وهو يتحدث معهم بشيء من المغامرة أنا سأتحدث باسم المؤتمر وليس باسم الشخصي بالتأكيد لأن الحديث كما قلت مغامرة لكن لا بد أن من الحديث اختلط في عدن العصار والمواز وعصار الصريط في هذه الحرب كانت هناك جنسيات متعددة وكان هناك ما هو محسوب على داعش وكان هناك ما هو محسوب على الإصلاح وكان هناك ما هو محسوب على الانفصاليين وكان هناك ما هو محسوب على الرئيس السابق عبدالربو منصور هادي رئيس السابق؟ تعتبرونه رئيسا سابقا الآن؟ هو بالتأكيد بعد استقالته يعني الشعب اليمني ينظر إليه أنه لم يعد رئيس لكن المجتمع الدولي ما زال يعترف فيه وحتى مجلس النواب لم يجتمع لكي ينظر في استقالته لأنه اليوم في مصر يقول أن عبدالربو منصور هادي سيصلي صلاة العيد بعدن صلاة عيد الأطحى بعدن يعني هو عائد إلى اليمن هو الصلاة يعني ممكن تكون سهلة لكن الحكم سيكون أصعب من الصلاة أو الزيارة الخاطفة أي إن كانت الانتصارات لهذا الطرف أو ذاك فإننا قد دخلنا حرب هي فعلا حرب مدعومة من خارج البلاد وبغطاء جوي وغطاء بحري لكنها أيضا ستتحول إلى حرب أهلية لا يوجد فيها انتصاء منتصر ولا يوجد فيها مهزوم حتى من خرج من مدينة عدن هو أيضا سيعود ليقاتل ومن دخل مدينة عدن سيجد نفسه أيضا يقاتل اليمنيين يحتاجوا إلى تسوية سياسية وحوار سياسي توضع في كل المشاكل ويتوصلون إلى الحلود برعاية أممية يعودون إلى طاولة الحوار التي كان قد شرعها المندوب الأممي جمال بن عمر وهذا يحتاج فعلا من والد الشيخ إلى قدر من الشقعة ليطرح القضايا بوضوح ويطرح أيضا قرار مجلس الهم لأننا عندما نبدأ نفترض أنه لازم يطبقوا قرارة مجلس الهم كيف يطبقوا ونحن في حالة حرب كل طرف لديه سلاح وكل طرف لديه مليشيات وكل طرف لديه قوة وكل طرف لحل لو لم يكن فعلا هذا الانتصال قد تحقق بغطاء قوي لكن قلنا بأن حسمة الحرب لصالح الرئيس عبد الربو منصور هادي ومن معه بحرب متكافئة لكن عندما تأتي الطائرات والصواريخ ومائتين غارة في يوم واحد حتى لو كان هؤلاء المقاتلين من حديد أيضا سوف يتأثروا وينسحبوا ولو أن الانسحاب قد يقول تكتيكي قد يقول لكن هو انسحاب تحت ضربات قوية شديدة القوة شديدة الفعالية شديدة القدرة على القتل والتدمير اليمنيون اليوم لم يعد لديهم ما يخافون عليه سيد عبد الجندي وهنا السؤال ربما أنه بعد تقريبا خمسة أشهر أو أقل أربعة أشهر ونصف على هذه الحرب استخدمت فيها كل الأسلحة المتطورة ومن يومين كانت في حديث عن تدخل بري ولو محدود من ضباط إماراتيين وسعوديين وما زال الطرف الآخر اللي هم عنصار الله والجيش اليمني يواجهون بل يتعدون الحدود اليمنية ويصلون إلى قلب السعودية أو يستهدفون مواقع في قلب السعودية وهذا في الواقع يطرح علامة استفهام كبرى ما أردنا التركيز عليه هنا هو خطورة الحديث عن تنظيم القاعدة وليس نحن نتحدث عن ذلك في أعلام أمريكي واسع يتحدث عن ذلك سأنقل لك فقط ما قالت صحيفة ناشنل انترست الأمريكية تقول تنظيم القاعدة وداعش شاركة جنبا إلى جنب مع المتشددين المدعومين من السعودية في عدن وتم رصد رايات سوداء على متن شاحنات صغيرة لم تنزعج السعودية من مشاركة داعش والقاعدة في عدن بل ودعمتهم بالسلاح الحرب لن تنجز أي شيء سوى أن اليمنيين سيعيشون في عذاب كما أنها ستؤدي إلى أضعاف نظام الحكم في السعودية ينصب يعني ذلك يصب تماما فيما قاله أيضا السيد عبد الملك الحوثي نستمع إلى ما قاله ثم أعود إليك بالسؤال لو سمحت سيد عبده تلك التطورات في عدن لا تمثل مكسبا حقيقيا للمعتدي بقدر ما هي انزلاقة في المستنقع وسقوط في الوحل هناك في الميدان من حضر إلى عدن مع السعودي ومع الإمارات من شركاؤهم في الميدان مع أولئك المرتزقة الذين جلبوهم من شتى أكتار العالم ليحتلوا جزءا من الأرض اليمنية مع أولئك الذين من السنغال ومن دول كثيرة من هنا وهناك من مرتزقة العالم ممن اشتروهم بفلوس هناك داعش وهناك القاعدة إذن سيد عبده بالتأكيد تابعت ما قاله في خطابه الأخير عبد الملك الحوثي واليوم تركيزنا أكثر على بعض الإعلام الأمريكي هل في مصلحة بإثارة هذا الموضوع أم أنه واقع على الأرض في تحالف قوي أو تواجد قوي لداعش والقاعدة إن كان بعدا أو أساسا بحضر موت وهي معقلهم تقريبا حضر موت والله من المرات القليلة التي أتفق مع الإعلام الأمريكي في توصيفه للحالة اليمنية لأننا فعلا تشبعنا على كل ما هو شرعتنا من الولايات المتحدة الأمريكية لكن هذه الصحيفة لا شك بأنها قد تناولت الموضوع بنوع من المهنية والحيادية وطرحت ما لا نستطيع نحن أن نطرحه في اليمن لأنه عندما يطرح أي مننا هو يخاف يخاف تأتي لهم فقاقة من الأرض أو صاروخ من السماء حتى ولو كان إعلامي والقانون الدولي يحميه لأننا هنا في اليمن القوانين الدولية والإنسانية يعني تعطلت ولم يعد فعلا هناك من يخاف منها اليمنيين أصلا لم يعد لديهم ما يخافون عليه هم يعيشون اليوم حياة أسوأ من الموت هل علمتي بأن هناك حياة أسوأ من الموت الحياة الأسوأ من الموت إن الإنسان يتطلع إلى تحرير نفسه من هذا العذاب وأن يصبح فعلا شهيد هناك جنة موعودة حتى لا يبقى فعلا يعيش هذا القحيم يعني حصار من القو وحصار من البحر وحصار من البر وضربات صاروخية على مدار الساعة وفي كل مدينة وفي كل قرية وتقاوزت حتى ذلك إلى البيوت يعني عندما يتكلم منه الواحد يتكلم وهو خائف البعض قلسة طول حياته يبني له بيت وإذابه فعلا تتحول البيت إلى مقبرة بالتأكيد يعني نحن نخاف أن نقول ما تقوله الصحيفة الأمريكية لأن الصحيفة الأمريكية بالتأكيد تتكلم من دولة تكفل الحلول والحريات ولا تخاف فعلا مما سيحدث لها من هذا أنا قلت لك يعني وأنا أتحدث لو كنت عارف أن الموضوع سيكون بهذا الشكل كنت تراجعته لأننا لا أصافة السعودية ولا أصافة القاعدة الصفات هو وضحك يعني تمزح معهم مزحة تقول معهم كلمة اليوم الثاني تجد نفسك في خبر كان فالحقيقة أن ما قالته الصحيفة الأمريكية إلى حد ما يعني كلام معقول ومقبول لأنه الآن يعني من سيعود يحكم اليمن الذي يعتقد بأنه سيحكم اليمن بعد هذا القحيم وهذه الضربات هو خاطئ في التأكيد ما أن يكون لديه قوة قبارة وطيران يبقى يحمي على مدار الساعة أو يكون لديه من الأموال ما هو مملوك بهذا المملكة العربية السعودية تذلل كل الصعوبات وتوفر كل المستلزمات لم يعد لدينا بنية تحتية لا مدنية ولا عسكرية ولم يعد لدينا فعلا كما قلت سيد عبدو لم أفهم تماما في الواقع ما الذي قصدته عندما قلت لو عرفت أن هذا الموضوع كنت تراجعت بإمكانك توضيح هذه الفكرة وأعطف عليها سؤال هل تعتقد أن الولايات المتحدة هي من أعطت الضوء الأخضر لعملية عدن بالأيام الأخيرة أن تكون بهذا الشكل إذا لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية الراعية لمثل هذا العمل لا يمكن لأي دولة مهما كانت قبرتها ومهما كانت قوتها أن تقدم على مثل هذا العدوان هذا العدوان يغضب الله في السماء والإنسانية في الأرض وكذلك الأمم المتحدة نفسها مقتنعة بأن نحن مظلومين لكن والولايات المتحدة الأمريكية قد وافقت أو رعت هذا الهجوم بالتأكيد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الوحيدة القبارة في العالم تمتلك السلاح وتمتلك المال وتمتلك السياسة وتمتلك التجارة وتمتلك كل المصالح لها مصالح هنا وهناك نحن بلد فقير وكان يجب القيادة الأمريكية التي هي فعلا تقول بأنها رعية للحقوق والحريات في العالم أن تنظر لقضيتنا ولو من باب الشفقة والرحمة يعني اليوم ما يقرب من أربعة ألف وخمسمائة قتيل معظمهم من الأطفال من النساء من الشيوخ يعني مدنيين هؤلاء غير العسكريين الذين قتلوا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لا أعرف لماذا عندما تصل إلى اليمن وعندما تصل إلى فلسطين تقف مقيدة ما الذي يقيدها هي أعطى قوة في الأرض وهي محاسبة أمام الهيات الدولية ومحاسبة أمام الله ومحاسبة أمام الضمير الإنساني لماذا لا تقول يكفي هؤلاء خمس أشهر من الضرب المتواصل كل هذا يضربوننا من أكل عبد الربو منصر هذا يؤد رئيس علينا يا إخواني هذا شيء غير ما أقولهم يقولون أنهم مع الديمقراطية يدعونا إلى انتخابات غدا ومن شاء أن يتقدم للرئاسة يرشح نفسه وليكون عبد الربو منصر هذه واحد من هؤلاء الذين يرشحون أمبسهم وعلينا بيلاً على كقوة سياسية أن نقدم التنازلات ربما يأتي من يقول لك أن ما جرى هو انقلاب وانقلاب على الشرعية وردة الفعل كان إرجاع الشرعية للشعب اليمني ومن يمثل هذه الشرعية هو عبد الربو منصر ما علينا هذا الكلام يعني صار من الماضي اليوم ولكن في استغراب شديد سيد عبد الجندي الولايات المتحدة يفترض أنها تستهدف عناصر القاعدة وقادة القاعدة باليمن وفي غارات من وقت لثاني على قيادات القاعدة بحضر موته وغيرها وأن يقال بعد ذلك أنه هي من أعطى الضوء الأخضر لعملية عدن الذي يفترض أن القاعدة وداعش شاركوا فيها يعني هناك نوع من عدم التصديق ربما أو عدم المنطق أو الاستغراب في ذلك ستأتي اليوم الذي يقول بأن ما يقال في اليمن كان صحيحا أما الآن لو تكلمنا حتى لو نزلوا أنبياء من السماء يشهدون معنا بما نقول سيقول هؤلاء المتمردين على الشرعية الشرعية في اليمن يعني ضربت رقما قياسيا في القداسات لم تصل إليه في أي عالم من العوالم ولا في أي بلد من البلدان نحن عندما نقول نريد ديمقراطية يا إخواني نحن أنتخبنا انتخاب صوري يعني مرشح توافقين لكن حصلت مستقدات أنتهت فترة الزمنية وأضيفت سنة إلى السنة إلى السنتين وبالتالي أصبح من حقنا نحن أن نطلع لأن نمارس حريتنا وننتخب قيادات التي نحن نثق فيها لكن اليوم معنا نفكر ننتخب قيادات نفكر بلقمة عيش ما أبوش معنا لقمة عيش ولا معنا ديواء ولا معنا وآخر قرار تتلخيضه الحكومة أنه يجب أن لا تتجه المساعدات الإنسانية إلى الحديدة ولا تنزل في مطار عدن هؤلاء يعني ضربوا عليهم الحظر المطلق وأصبح ينظر إليهم وكأنهم فعلا مخلوقات غريبة يعني حشرات وليس كائنات حية لها دم ونحم وبالتالي من حقهم أن يستفيدوا من المساعدات الإنسانية حتى المساعدات الإنسانية صادرت علينا حكومتنا الرشيدة إذا كان رئيس الوزراء ذهب إلى ضرياب لكن صار في هدنة سيد عبدو صار في هدنة يسلم لاحظي ومر إلى الكثير من المساعدات شهداء شهداء هؤلاء الولدان يعني ثلاثة أربعة خمسة شهداء ولم يقول أن الشهداء في بلده يعني الآن يقربوا من خمسة من خلف ساعة الشهيد طيب والآخرين يعني واحد وعشرين نسمة مليون نسمة مرشحة للموت قويا أو عطشا رئيس الوزراء حقنا راح يقبل جباه الشهداء ونحن طبعا ما هو ضد تقبيل جباه الشهداء الشهيد لكن أنت رئيس اليمن وشهداء اليمن قد اصبحوا بالمئات وقرحاء اليمن قد اصبحوا بالآلاف واليمن يموت وواحد وعشرين مليون نسمة يموتون ناقوعا وعطشا هكذا تقول التقارير الدولية المنصفة عدا عن التقارير سيد عبد الجندي قرأنا رسائل من جرحى أنفسهم الذين شاركوا بهذه المعارك يعتبون فيها كثيرا على الرئيس اليمن عبد الرب ومنصور هادي ويعتبون فيها كثيرا على التحالف العربي أنه نحن من قاتلنا وما من أحد يسأل عننا أنا لا أذكر الاسم في الواقع الأسماء ولكن فيه ما يشبه الرسائل بهذا الموضوع المهم الآن ذكرت مسألة المفاوضات واستئناف المفاوضات والمبعوث الأممي السيد ولد الشيخ موجود يفترض أنه يعني في العواصم العربية أو يتنقل بين العواصم العربية وعلمنا أنه في وفد من جماعة أنصار الله وصل إلى سلطنة عمان هذا يعني أنه سكة المفاوضات ماشي بالتوازي مع ما يجري على الأرض وهذا أيضا ما له تفسير يعني ما من تفسير له سيد عبدو أنا أنا أُناشد خادم الحرمين الشريفين وهو بهذا اللقب المقدس أن يقف إلى جانب هذه المفاوضات لأن هذه المفاوضات لن يكتب لها النجاح إلا إذا رضي عنها خادم الحرمين الشريفين وأنا طبعا سوف يغضب مني الكثير سواء في المؤتمر الشعبي العام أو في أنصار الله لماذا؟ أقول أنه نحن في اليمن أصبحنا في وضع صعب واللياد الذي لا تستطيع أن تكسرها ما فيش معاك إلا أنك تهادينها وأدعو خادم الحرمين الشريفين بأنه يتيح لهذه المفاوضات فرصة النجاح لأنه بدون موافقة هكذا علمتنا التجربة بدون موافقة المملكة العربية السعودية على أي مفاوضات سياسية لا يمكن أن يكتب لها النجاح لكنني أقول أيضا لإخواننا وأشقاءنا في المملكة العربية السعودية أنه مهما قسيتم علينا ومهما اعتمدتم على جبروت القوة يعني يمكن أن يموت مننا الكثير ويمكن أن يجرح مننا الكثير لكننا لن ننتهي من جواركم سنبقى موجودين وبالتالي ستبقى هذه الآلام وهذه القروح غصة في قلوبنا وقلوبكم وقلوب أبنائنا وأبنائكم نحن كنا ولا نزال على استعداد لأن نقيم أفضل العلاقات مع القيران من أنتم سيد عبدو؟ بإسمين؟ من أنتم؟ تمثل شريحة حجمها كام مثلا أنتم من؟ أنا أتكلم عن نفسي الآن ولا أتكلم عن الحزب الحزب قلت بأنه سيحاكمني لا عندما تقول إن شاء الله ما أحد يحاكم لكن عندما تقول إننا ما روج البيت يا أختي العزيزة أنا خائف على نفسي أنا وعياني أنا خرجت من بيت وزوجتي تمسك لي صميل أو تتكلم ولا تقول ولا تعمل لأن زوجتي شريك في البيت وخائف لا ننتهي كلنا يا أختي العزيزة نحن أصبحنا نصيح ونصيح ونصيح ولا أحدا حتى ينظر أو يستمع إلينا نعم حمى الله اليمن وشعبها لأنها لم نعد بشر نعم حماكم الله جميعا في اليمن اليمن وشعبها هل تعرفي عن هذه الحشود التي تخرب كل يوم تبايع السيد عبد الملك الحوثي وتؤيد الخيارات الاستراتيجية أو ليس يقاتلوا أشكرك وحتى يقتلوا أو يموتوا أشكرك لكن أن تفرض عليهم وضع سياسي يعني الله يحفظيك أنا أشكرك جزيلا سيد عبد الجندي المتحدث باسم حزب المؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني أشكرك جزيلا وعودة ميمونة إلى منزلك قناة سويس الجديدة بهرجة إعلامية أم نقلة نوعية للاقتصاد المصري بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد إلى المحور الثالث في العد العكس بين من رآه حدثا تاريخيا سيشكل محطة مهمة في تاريخ مصر واقتصادها ومن اعتبره دعاية وبهرجة إعلامية لحفر ممر من القناة الأساسية شغل حدث افتتاح قناة السويس الخميس الماضي رؤساء العالم وكانت فرحة معظم المصريين به غير مسبوقة المشروع تم تمويله من جيوب المصريين الذين تنافسوا على شراء أسهم وسندات فيه وهنا تكمن أهميته بحسب الخبراء الأمال المعقودة على المشروع كبيرة توسيع حركة الملاحة تقليل فترات انتظار السفن إنشاء مدن صناعية وتطوير الموانئ إقامة مشاريع تنموية عملاقة في منطقة القناة تشغيل ملايين العمال وغيرها الكثير من الوعود التي سيكون الشعب المصري بانتظارها والسؤال هل الجدوى الاقتصادية التي حكي عنها بخصوص المشروع حقيقة أم مبالغ فيها ولماذا قلل البعض من أهمية هذا المشروع مطلقين عليه اسم التفريعة بكل الأحوال هناك من قرأ في حفل التتشين رسائل داخلية وخارجية فالرئيس المصري ربما أراد أن يقول إن الدولة قوية وإن الترابط واضح بين الحكم والشعب هل هذا صحيح؟ معنا لمناقشة هذا الموضوع من القاهرة دكتور رشاد عبد الخبير الاقتصادي الدولي ورئيس المنتدى المصري لدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أهلا بك دكتور رشاد أقل ما يقال عن الحفل أنه كان حفلا أسطوريا لماذا كل هذه الأولا البهرجة الإعلامية ثانيا التكاليف التي وضعت لهذا الحفل لإنجاحه عايزة طامن حضرتك أن الدولة لم تتحمل مليما ولا فلسا واحدا في هذا الاحتفال اتفاتح باب التبرعات كل الشعب المصري حاب يساهم كل الشعب حاب يفرح فكل تبرع اختياريا ما فيش أي قيود وبالتالي الفلس اللي تلمت البنوك المصرية قالت يا رئيسي قناة السويس اعمل حفلة يليق بمصر وأي فروق ما بين الحفل التكلفة الفعلية وما تم تجميعه احنا متكفلين بتحمل الفرق فكانت المفاجأة أن الشعب الطيب البسيط الغالبان جمع مبالغ أكبر من قيمة الحفل ليه الحفل فيه بهرجة كتيرة لسببين أولا عشان يقول لعالم هذه مصر جديدة ما احناش الناس اللي مش لقينا كله عندنا مشاكل وعندنا أزمات داني مرت واحد الأهم مني أنك كنت داعي على حوالي ألف رئيس شركة علشان بعد حفل الختام واعتبارها من الأمس بتريت تعملي حملة ترويجية علشان على ضفاف القناة السويس على مدى خمس محافظات بتعملي وجبتي مكتب عالمي صمم المنطقة وعمل مناطق صناعية ومناطق تجارية ومناطق زراعية ولوجستية وقدمية وسياحية هتتعمل مجموعة من المشروعات كبيرة وعملاقة بحيث نحاول نعمل تجربة جبل علي أو هونج كونج علشان الشركات دي تبقى إراداتها سنة 2022-2023 مش أقل من 80 مليار دولار بينما كل رسوم القناة اللي بنعول عليها في 2022-2023 هتكون 13 مليار دولار علشان كده زي ما بيكون عندك شركة كبيرة بتعمل نوع من الدعاية الصح علشان تجيب لك إرادات أكتر صح فكان لابد يكون حفل مبهر وجيد وبيقول أدي مصر الجديدة القادرة وبعد فيها شوية رسائل مصر تقدر مصر عملت القناة في سنة رغم من كل شكك اللي مش أقدر تعمله مصري الفكرة كانت مصرية التنفيذ كان مصري التمويل كان مصري الاحتفال كل الكلام ده عشان يرسلت رسالة مهمة جدا أنه بالفعل زي ما حاكمت في البداية هل الشعب كان فرحان وملتفح حوالين قيادته لا بعد ما كنا خرجنا من نفق مظلم بعد 25 يناير والأزمات وعدم الثقة واللا أمل والانفلات ثم معدل نمو اللي كان واحد وثمانية من العشرة السنة دي بنحق أربعة ونصف في المية كل الكلام ده بيقول لا إحنا بتارينا نبقى على الطريق الصح وانتارينا ننطلق للأمان هو ما يثير الإعجاب فعلا في ما جرى دكتور رشاد أنه سرعة تنفيذ المشروع كان يفترض أن ثلاث سنوات على ما أعتقد رصدت لي تنفيذ المشروع كمدة زمنية انتهى بسنة واحدة وهذا فعلا كان مثير للإعجاب من ضمن الرسائل حسب ما رأاه البعض الوضع الأمني وتكلم عنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه كأنه لسان حال يقول أنه في ظل الوضع الأمني اللي نعيشه والحملات الأمنية والهجمات الإرهابية إلى آخره استطعنا أن ننفذ هذا المشروع هل هي رسالة مزدوجة للداخل والخارج فيما يتعلق بالوضع الأمني تحديدا بلا جدال وعايزين نقول للأتي العالم التارت والدور النمية يتعودت دايما وحنا على مدى حتى في مصر عمال زمن طويل ومنطقة العربية كنا بنعني من الكلام ده نقول إيه نقول حننفس الخطة دي وبعد أنه ما يجي لفترة زمنين ما نفس الخطة نقول إيه المتغريرات العالمية والظروف المحلية والمشاكل فكان ممكن جدا زي ما حاجة بتقولي نتلكك أنه فيه انفلات أمني والوضع فيه سيناء وداعش وفي منطقة الخارج وكل الكلام ده أنه إحنا بنقول لأ مصر تقدر رغم كل الظروف مصر تقدر وتقدر تحقق علشان كده قلنا هنعمل ده إنما الأهم مني بقى فيه فكر إدارة استراتيجية يعني إيه يعني ليه قال بدل تلت سنين سنة والناس قالت مش هتقدر تعمل إنما الإدارة الاستراتيجية بتقول إيه بتقول أن أنا بدل ما اشتغل تمن ساعات وردية واحدة قادر اشتغل تلت ورديات كانها اشتغل 12 شكة حفر ومقاولات اشتغل 63 شكة حفر ومقاولات شغلت المجتمع وحققتي مني تحتها صح وفي نفس الوقت حققتي الطموحات اللي أنت بتعمليها وعلى شان كده وزي ما قلت لحضرك قناة السويس الأديمة تفتح السنة كام 1869 لغاية النهاردة بنعتمد على رسوم القناة اللي هي أعلى رقم كان كام كان 5.3 من 10 مليار ده أعلى رقم جلنا من رسوم قناة السويس عندنا إحنا مش مكتفيين علشان كده قلنا عندنا كنزة تاني ضفتي القناة كل الكلام ده لازم تتعامل مناطق وعش كذا قلتنا حديك طرحنا وقلنا بالتنسيق مع البنك الدولي عايزين مكتب هندسي محترم عملنا المناقصة جعلنا 49 مكتب غير بلناهم وخصصنا المناطق وعشان كده تاني يوم اللي احتفال ما هو شرط وفيه كلمة السيسي قال تاني يوم عايزين الشغل لذلك الكركات كانت بتشتغل من أمس في التفريع الجيدة 9.5 كيلو متر بتاع الشرق بورس عيد هيتعمل حواليها مناطق صناعية وزرعية وهيتعمل عليها مجتمعات عمرانية جديدة وبالتالي بتعيدي الخريطة بتاعة السكان في مصر زي ما بالضبط بتعمل مجموعة من المشاعرات هتخلق 2 مليون فرص تتعاملت خلال الأربع سنين الجايين خلينا لو سمحت نتوقف يعني جغرافيا للمشاهدين لتقريب الصورة أكثر عن المنطقة الجغرافية التي نتحدث عنها وبعض الأرقام ذكرتها حضرتك ربما تتطابق أو تختلف مع ما لدينا من أرقام طول القناة السويس الأساسية 190 كيلو متر تقريبا القناة الجديدة الموازية ستكون بطول 35 كيلو متر وعمق 24 مترا وعرض 147 مترا تنقل حمولة تقدر بـ 240 ألف طن ستوفر مليون فرصة عمل خلال خمس سنوات وحضرتك ذكرت أنه أكثر من ذلك مليونين ونصف تقريبا فرصة عمل والإرادات المتوقعة عام 2023 ستكون 13 مليار دولار مقارنة بـ 5.3 مليار حاليا وحضرتك ذكرت أنه قد تكون 100 مليار دولار الرقم يبدو خيالي دكتور رشاد صح لأنني أنت بيس بشيء وأنا بيس بشيء أنت حضرتك بتكلمي عن رسوم قناة السويس أنا بقول تجارة والمناطق الصناعية والتجارية والزراعية جبنا مكاتب من برة وشركات من برة تنفذ مشروعات على قناة السويس في هذه المناطق رسمها وإراداتها في 2023 هو ده من 80 إلى 100 مليار فأنا مش معتمد على التلتاشر أنا معتمد على التمانين مئة اللي جايين من الشركات الصناعية والمشروعات الزراعية والتجارية والخدمية والرجستية هوا ده الأساس اللي بيشتغل عليه. وذلك لما بعض الناس قالوا حركة التجارة الخارجية مش ناشطة قوي علشان تبقوا معاولين. هقول له ماشي. الخمسة ديت هتزيد بدلا من 30%. هتزيد 20%؟ 10%؟ أولاً بتزيد. سانياً المشروعات الصناعية هتقام مش مرتبطة بحركة التجارة الخارجية. ومن ثم 80 مليار والمئة مليار نحيجو سنة 2023. دول جايين نتيجة أنشطة صناعية وكتجارية وزراعية وخدمية مختلفة خاصة الرسوم. الرسوم اللي حاجة بتكلم عنها اللي سيكون 13 مليار سنة 2023. نعم. طيب. والممر الملاحي أو المجرى الملاحي الجديد يفترض أنه لن يقتصر استخدامه على الحركة الملاحية أو التجارية. ذهب البعض إلى التكاهن بإمكانية استخدامه للأساطيل للصفن العسكرية والأساطيل العسكرية. لا هذا صحيح؟ شوفي. القناة بحكم إنشاءها والبرتوكول والتوقيع الدولي عليها. مش من حقك تقول الحد بيعدي لا. وده المشكلة الكبيرة اللي كان يعمى عبد الناصر. لما أن مش عدي إسرائيل والأمريكان والكلام ده كله. ومش من حقك. ده ممر مائي دولي عالمي يسمح بمرور الكل السفن. وفاكر في فترة من الفترات لما مصر ما كانش عايزة تعدي السفن الأمريكية العسكرية. علشان توصل لليبيا أثناء محاولة إسقاط حكم القزافي. اتقال لك مش من حقك. لأن ده ممر دولي. إنما في الأول وفي الآخر. مصر بالنسبة لها. بما أن فيه اتفاقية دولية موقع عليها. يبقى الأساس في المسألة دي كله الرسوم اللي أنا بخودها. وبالتالي الرسوم اللي أنا بخودها هي يقدروا تهمني. وزي ما قلت لك ما بتهمنيش أو إنها 13 مليار. وما قلنا بالمئة مليار بتاعت المشروعات الصناعية والتجارية والزراعية. بيبقى رقم وليس عالي أوي. ومش ضخم أوي. دكتور رشاد. هذا تفكير تجاري ومصلحي ومادي بحث. الحديث عن مرور سفن أو أساطيل عسكرية مهم. ولو أنه فيه اتفاقيات موقعة بهذا المجال. ولكن قد يراه البعض خرق بشكل أو بآخر أو استخدام مصر لغايات عسكرية من خلال هذا الممر الملاحي أو التجاري. العكس. العكس أنا بيني وبينك اتفاقية أن الممر ده مش بتاعك. ده ممر دولي. تعدي منه كافة أشكال السفن. هو في أرضك يا دكتور. هو موضوع في أرضك. يعني جغرافيا. أيوة. بسي البرتوكول الدولي والتوقيع الدولي والاتفاق الدولي اللي تم التوقيع عليه. أنه يسمح بكل السفن العابرة. ما قدرش أقول لا. وبالتالي هنا أنا مش صح بقرار أوي في أن أقول لا أو أ. إنما في الأول وفي الآخر في سيستم عالمي. في منظومة عالمية. في ملاحة دولية واتفاقيات دولية بتحكم هذه الحركة. قد ينظر إلى هذه النقطة كثغرة. قد ينظر البعض إلى هذه النقطة كثغرة. خاصة يعني عدم المؤيدين للمشروع. إذا عدنا إلى الوراء سنة أو سنتين. نرى أنه محمود محمد مرسي رئيس المصري المعزول. طرح أيضا مشروع تنمية شامل كامل ومدن صناعية وغيره لقناة السويس. وجوب وقتها بحركة اعتراضية كبيرة. أنه ستجلب الشركات الأجنبية. ورح تبيع مصر. وغيرها من الاعتراضات على مشروع قناة السويس. ليش دكتور صار في هذه الحملة ضده؟ لأن الموقف كان مختلف تماما. مرسي طرح أي. مرسي طرح شيء مختلف تماما. قال أولا. ده إقليم قناة السويس منعزل عن مصر. يعني منعزل عن مصر. ده مصر. ده جزء أولي. الجزء الثاني قال. صاحب الحق الوحيد في ترسية من اللي يعمل مشروعاته ومن اللي يتملك. هو شخص رئيس الجمهورية. وله أن ينيب شخص واحد. فأنابع رئيس الوزراء الإخواني برضو. فمعنطيش حاجة. النظام النهاردة بيقول لا. دي لجنة فيها كل القوة وكل الوزارات. ما سترى فيها منها قناة السويس للجيش. للداخلية. للإستثمار. للتخطيط. للمالي. كل الوزارات المصرية فيها. وبالتالي. اللي بيحكموا إيه؟ بيحكموا قوانين مصرية. ففارق كبير جدا من الاتنين. أيضا. إحنا هنا. ما جاء نعمل. قلنا. مش هنملك. إنتني كان عايز يملك. وبالتالي. حتى في التمليك. كان من حق المالك. أنه يتنازل ويبيع لأي شخص آخر. فكتت تلاقي إسرائيل. اللي ما عرفتش. على مدى زمن طويل. أنها تأخذ القناة. حد يبيع لها نصيبه. وتيك توقف عندك القناة. وتأخذ بالفلوس اللي ما يدريش تأخذه بالدماء. فمصر هنا. الموقف مختلف. هنا قلنا. حقوق انتفاع. ولا يحق لمن يأخذ حق انتفاع. أنه يبيع لطرف آخر. أو يتنازل طرف آخر. دون موافق السلطات المصرية. طيب. أنا أعود إلى النقطة السابقة. في حال طلبت أي من الدول استخدام هذا الممر لغايات عسكرية. أولا هل ستطلب من مصر. بما أنه فيه اتفاق أو بروتوكول دولي. يعني يفترض أن تطلب من مصر أم لا. يعني ربما تستخدمه من دون الطلب من مصر. لا. شوفي. وأنا بكلم حتى عن قوافة عسكرية. أنا بقول فقط لها حق العبور. زي مركب آخر. فقط. لا تسهيلات. لا امتيازات. لا أي شيء آخر. وبالتالي المركب يعدي. يروح فين؟ دي مش قضيتي. يعني مركب هيعدي من عندي ويروح بانما. هيروح كستريكة. أنا مش صاحب قرار أنه هيروح كستريكة يأمل. إنما لما تيجي تقولي مثلا يضرب مثلا ليبيا. على سبيل المثال. هو يضرب ليبيا. بدون طفويل دولة وأمم المتحدة. ما بيقدرش يعمل دوت. وبالتالي إذا كانت قرار متاخد في الأمم المتحدة. هل مصر تقدر تقول للأمم المتحدة؟ لا. أنا أقدر موقف؟ لا. ما كفاءة على كثير. طيب متى سيبدأ المصريون الشعب المصري يحصد النتائج بشكل عملي؟ دكتور. هو بدأ بالفعل. حتى ونحن في خلال العام الأولين بنبني قناة السويس. من اللي حفر ومن اللي اشتغل ومن اللي اشتغل. مهم أولادنا. فرص العمل اتخلقت. من اللي اشتغل فيها. وكذلك زي ما قلت لحضرتك. في حوال نصف منهم فرص العمل اتوفرت بشكل أو بآخر. في 63 شركة حفر وقاولات اشتغلت. في ستة أنفاء اتعامل بتسيسر حركة المرور لسناء والعكس. في ستة مواني جداد. بدأنا في ثلاثة الأوانيين. دول كلهم ينفذوا وحواليهم مدن صراحة. المشروعات اللي فيجز البني. أردت فتاق قناة. مين اللي اشتغل فيها حوالي 2 مليون فرصة عمل؟ مين اللي اشتغل فيها أولادنا؟ أولاد محافظات القناة. وبالتالي كل امتيازات دي كلها للشعب مصري. إنما لما أقول بقى الميزة الأكبر بقول إن ده بيزيد بشكل تدريجي. سنة 2022-23 هيحصل إيه؟ كنت لسا بقوله حاليك هيجيني من 80 ل 100 مليار دولار. يعني كان مصري يعني حوالي دلوقتي حوالي 800 مليار جنيه مصري. أنا النهاردة مزينيت شكلها إيه؟ أنا عندي عجز 251 مليار. مش محتاج ساعتها يبعندي عجز. والعجز جاي منين؟ الإرادات بتاعتي منخفضة والمصرفات عالية. ساعتها الإرادات لما تزيد مش هبعندي عجز في الموازنة. هوفر 250 مليار. الحاجة الثانية. أنا عندي النهاردة مزينيتي وصلت إلى فوق الـ 2 تريليون جنيه. فويدهم فقط في الموازنة بتاعتي كام؟ 247 مليار. هوفر 247 مليار. يبقى أنا وفرتكم 300 مليار. هيروحوا فين؟ هينضخوا فيه المجتمع المصري. بالإضافة الفلوس العاملة أجنبيها الجيني هجب بها مصانع ومكان وآلات. واخلق فرص عمل. وشغل ولا جواد على مشكلة البطالة. هساعد في عمليات التصدير. هساعد في تنشيط المجتمع. واخلق فرص عمل. ونشط الاقتصاد بتاع المجتمع. وبالتالي مش هبعندي مشاكل. ولذلك في نص دقيقة كمان. بتقول إيه؟ بتقول أن أكبر مكتب أبحاث ودراسات في لندن. قال أن مصر والسعودية مرشحين أن ينضموا في 2031 ضمن أفضل 30 اقتصاد على مستوى العالم. لأن مصر بتالي تعرف طريقها. ومش مهم قناة السويس بقدر من يهمني. أنا عرفت طريقي. وهعمل زي ما رئيس قال. قال في قناة السويس أخرى. وقال أن قناة السويس هي خطوة من بين ألف خطوة. وشيء عشان كده. بقت فيه مدينة الأساس الجديدة في دمياط. المدينة السياحية التجارية اللي فرص غارب. المنطقة التجارية الصناعية الروسية اللي موجودة في جبل عتاء. لا خلاص. بتاني نشتغل. ويتمنى ترى 300 كم طرق بنية تحتية. دكتور رشاد. يتمنى كثيرون في الواقع أن لا تخلط السياسة بالاقتصاد. كما هو الحال في الكثير من القضايا. وأن لا يضغط على السياسة من خلال الاقتصاد. وحضرتك ذكرت مصر والسعودية. من بين المشاريع اللي حكي عنها. قامت أنفاق تحت الممربي أو تحت القناة. لحماية الأمن القومي. لم نفهم ما المقصود تماما. إحنا قلنا الآتي. طول عمرنا كنا نبص لسيلة. إنها البوابة الشرقية. وإن الاستعمار جنة من يوم الهكسوس من سيناء. الصح إيه. إزراعي الأمل والتنمية. وإخلاق مجتمعات عمرانية. وسكني بشر. لما يبقى مزروع بشر. مشابقة فيه مشاكل. ولذلك كما تيجع على سبيل المثال. إحنا عندنا شمال سيناء وجنوب سيناء. الإرهاب كله في الشمال. ليه؟ لأنها كلها مناطق فاضية. إنما في الجنوب بقى فيه حركة تعديل. وبقى فيه حركة سياحة. وبقى فيه سكان. وبقى فيه إقامة. وعشان كده الإرهاب بقى ما نحصر فيها. علشان كده. هل بنقول بنيبني ستة أنفاق علشان أربط سيناء بالمجتمع الأم. يكتفي نقول لك. الستة أنفاق دول يبقى فيها تجاهين. كل نافع. هيبقى فيه تجاهين للسيارات. في بعضها يبقى فيه قطارات. عشان تكلفة نالة. وفي بعضها يبقى يسمح بناء لصهريك. مياه كبيرة عزبة من المياه العزبة إلى سيناء. عشان التنمية والاستزراح. وبالتالي بر بوتسينة بمصر والمجتمع الأم. اللي يعمل عزلت. وجال منها كثير من جوانب الإرهاب. أنا أشكرك جزيلا. دكتور رشاد عبدالخبير الاقتصادي الدولي. ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. نتمنى أن يكون بشرة خير هذا المشروع لمصر ولكل المصريين. شكرا جزيلا لك. وللعرب كلهم يا ربي دايما. لأن في الأول لا يوجد حاجة يسمع مصري ولبناني. ونحن كلنا في الأول بحلم باليوم اللي يبقى فيه. البطاقة عربي وليس مصري أو لبناني أو سعودي أو أو أو. شكرا جزيلا لك. إلى فقرة هذه حكاياتي. من موظف في وكالة إلى جمع القمامة في السارع. هذا هو حال العم ياسر حمدان الذي أجبرته ظروف الحياة على سلوك مهنة لم يخترها بإرادته. بل إن إرادة الحياة فرضت نفسها عليه. ذلك بهدف تأمين حياة كريمة لعائلته المؤلفة من أربعة أطفال إضافة إلى زوجته. يحلم العم ياسر أن يدخل أولاده المدرسة كما بقية أقرانهم في الأردن. حلم يفترض أنه من المسلمات في الدول التي تحسب للعلم حسابا. نتابع هذه حكاية من قلب العاصمة الأردنية. موسيقى 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 عندي ثلاثة أولاد بني أريد أشتر عامل وكالة خلصت من الوكالة مكاعد مكاعد كبعا للوكالة ما في كافينا الشريط عرباي اشتر عليها عمد لله عندي ثلاثة أولاد بني عمد لله مصطورة لهم شوية زبالة شوية طمم هاي واحد بدعيش عمد لله مصطورة ينجح جربية الحمد لله مئة ثلاثة أولاد مصطورة جفين الحمد لله شغل هالعرضة عرق خفيف مصطورة الحمد لله على هلمي الوحيد انجحوا الأولاد على المجارس انجحوا مجازة هنفرح فيه الأولاد نرفع لك القبة يا عم ياسر ما دام أنك تجني عرقك بجبينك نتمنى لك وليعائلتك التوفيق والنجاح دائما إلى هنا مشاهدين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من العد العكسي شكرا لكل من ساهم في إنجازها شكر الأكبر لكم على متابعتكم الدائمة استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة